كان في قديم الزمان كان عبد الله بعد أن مات أبوه وأمه تاجراً غنياً جداً وكان يعيش في مدينة بغداد في زمن الخليفة وكان قد ورث من أبيه أموالاً كثيرة ولكن عبد الله لم يلتفت إلى تجارته وكان يهملها ويصرف المال بلا حساب فلم يمضي عليه زمن قليل حتى أضوع ثروته ولم يبق عنده من ماله إلا القليل ورأى أنه لذا استمر على ذلك الإسراف أضوع ما بقى من ثروته فترك البطولة ونشط إلى العمل واشترى بما بقى من ماله ثمانين جملاً وصار يحمل عليها بضائع التجار وينقلها من بلد إلى بلد فكسب بذلك مالاً كثيراً وفي يوم من الأيام كانت جماله سائرة في الطريق تحمل بضائعاً من بغداد إلى البصرة فلما وصل إلى البصرة سلم البضائع إلى أصحابها ثم سور بجماله الثمانين في طريقه راجعاً إلى بغداد وبينما كان عائداً وجد في طريقه مكاناً طيباً وكان قد تعب فجلس في ذلك المكان ليستريح بعد أن أناخ جماله في مرع قريب منه وبعد قليل من الزمن رأى درويشاً مقبلاً عليه فلما جاء الدرويش سلم على عبد الله فرد عليه السلام وسأله أين تذهب فقال له الدرويش أنا ذاهب إلى البصرة فقال له عبد الله وأنا ذاهب إلى بغداد وجلس يتحدثين ولما جاء وقت الغداء أكل معاً وبعد أن أكل الدرويش وعبد الله قال الدرويش لقد أكلنا معاً وأصبحنا الآن صديقين وأنا أعرف كنزاً مملوءاً بالذهب والأحجار الكريمة فهل تساعدني على حمل ما فيه من النفائس وأعطيك على هذه المساعدة ما تطلبه من الأجر ففرح فرحاً شديداً حين سمع كلام الدرويش وقال له وهو مدهوش أحق ما تقول؟ أصحيح أنك تعرف هذا الكنز؟ وأين هو؟ وهل هو بعيد؟ فقال له الدرويش تعال معي بجمالك وأنا أفتح لك هذا الكنز فصار الدرويش وعبد الله مدة طويلة حتى وصل إلى صخرة مستديرة في وسطها حلقة فرفع هذه الصخرة فوجد تحتها كنزاً مملوءاً بالذهب والماس واللؤلؤ واليقوت والمرجان فأخذ من هذا الكنز ما شاء ثم حملاه على الجمال ورأى الدرويش صندوقاً صغيراً من الخشب فأخذه لنفسه ثم خرج من الكنز ووضع عليه غطاءه كما كان وسار في الطريق حتى وصل إلى المكان الذي التقي فيه من قبل فقال الدرويش لصاحبه عبد الله كم تريد أجراً على عملك فقال له أعطني ما تشيئ فقال له الدرويش سأقاسمك هذه الجمال بما عليها من النفئس فأخذ منها أربعين وأعطيك أربعين ففرح عبد الله فرحاً شديداً وعانق الدرويش من شدة الفرح وقبل يده شاكراً له هذا الكرم العظيم وقبل أن يفترق سلم الدرويش على صاحبه وودعه بعد أن أخذ كل واحد منهما أربعين جملاً محملة بالذهب واللؤل واليقوت والمرجان ثم سار الدرويش في طريقه إلى البصرة وسار صاحبه في طريقه إلى بغداد ولكن عبد الله بعد أن مشى خطوات قليلة قال في نفسه هذا الدرويش طيب القلب وكريم جداً ولب طلبت منه عشرة جمال أخرى فلا أظنه يرد طلبي ثم أسرع إلى الدرويش ونادى بأعلى صوته يا درويش يا درويش فرجع إليه الدرويش وسأله ماذا يريد فقال له رجعت لأشكرك على قرمك ومعروفك ولكني أشفقت عليك لأنك لا تستطيع أن تقود أربعين جملاً فلو أعطيتني عشرة منها سهل عليك أن تسير وحدك بالثلاثين الباقية فتبسم الدرويش وقال له اختر لك منها عشرة جمال واذهب في أمان الله فاختار عبد الله عشرة جمال منها وترك للدرويش الثلاثين الباقية ثم سلم عليه وعانقه وهو فرحون بما أخذ وعاد بالجمال بعد أن ودع الدرويش وشكره على كرمه العظيم ولكن عبد الله قال في نفسه بعد أن صار خطوات قليلة إن هذا الدرويش رجل كريم طيب القلب وقد أعطاني ما طلبت منه من غير تردد ولو أنني طلبت منه عشرة جمال أخرى فإنه لا يرد طلبي فإذا أخذتها منه أصبح عندي ستون جملاً محملة بالنفائس فأصير أغنى الناس ثم أسرع عبد الله إلى الدرويش ونادى بأعلى صوته يا درويش يا درويش فرجع إليه الدرويش وقال له ماذا تريد؟ فقال أنا لا أزال أشفق عليك يا سيدي لأنك لا تستطيع أن تسير وحدك بهذه الجمال الثلاثين وأرى أنك إذا تركت لي عشرة جمال أخرى سهل عليك أن تسير بالعشرين الباقية فقال له الدرويش اختر لك عشرة جمال منها وسر على بركة الله فشكره عبد الله واختار لنفسه عشرة جمال ثم ودعه ورجع فرحون بهذه الغنيمة ثم قال عبد الله لنفسه وهو عائد لقد أصبحت الآن أغنى الناس وملكت ثروة عظيمة لا توجد في خزائن الملوك بفضل هذا الدرويش الكريم ولكن عبد الله لم يسر خطوات قليلة حتى قال في نفسه ولكن إذا أخذت من الدرويش عشرة جمال ثالثة صار عند سبعون جملا محملة بالنفائس فلابد لي أن أحتال على أخذها منه بأي وسيلة ثم أسرع يجري وينادي بأعلى صوته يا درويش يا درويش فعاد إليه الدرويش وسأله ماذا تريد فقال له أنا أرى أنك رجل زاهد لا تحتاج إلى المال وأظن أن عشرة جمال محملة بالنفائس تغنيك طول حياتك فلا تحتاج إلى غيرها فإذا أعطيتني عشرة جمال أخرى فإني لن أنسى فضلك ومعروفك طول عمري فتبسم الدرويش وقال له خذ من الجمال ما تشاء فاختار عبد الله عشرة جمال وودع صاحبه الدرويش وقبل يده وهو فرحون أشد الفرح ولكن عبد الله لم يسر في طريقه غير خطوات قليلة حتى قال في نفسه إن هذا الدرويش رجل طيب القلب كريم جدا وهو على ذلك ضعيف لا يستطيع أن يقاومني ولولا جمالي لم أستطاع أن يحمل هذه النفائس من الكنز فلا بد أن أطلب منه الجمال العشرة الباقية فإذا لم يقبل أخذتها منه بالقوة فإذا أصر على عناده قتلته وعدت بجمال الثمانين كلها إلى بغداد ومتى أصبح عندي ثمنون جملا محملة بهذه النفائس لا توجد في خزائن الملوك صرت أغنى إنسان في الدنيا كلها ثم أسرع عبد الله إلى الدرويش ونادى بأعلى صوته يا درويش يا درويش فرجع إليه الدرويش وسأله ماذا تريد فقال له أنت رجل زاهد تعبد الله وأنا أخشى عليك أن تشغلك هذه الثروة العظيمة عن عبادة الله فلو أعطيتني الجمال العشرة الباقية لكان ذلك خيرا لك لتنصر فائل العبادة وحدها فتبسم الدرويش وقال له ها هي ذي الجمال العشر الباقية فخذها يا صاحبي وسر على بركة الله ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا وشكر الدرويش وعانقه ثم ودعه وأخذ الجمال الباقية ولم يمشي عبد الله خطوات قليلة حتى قول في نفسه لماذا رضي الدرويش أن يترك لي جماله كلها من غير تردد فلولا أن الصندوق الصغير الذي أخذه من الكنز أغلى قيمة من هذه النفائس كلها ما قبل أن يكتفي به وأنا لن أتركه له ولا بد من الرجوع إليه وأخذ هذا الصندوق منه فإذا لم يقبل أخذته منه بالقوة فإذا أصر على عناده قتلته وأخذته منه قهرا ثم جرى مسرعا إلى الدرويش ونادى بأعلى صوته يا درويش يا درويش فرجع إليه الدرويش وسأله ماذا تريد فقال له أنت أخذت صندوقا صغيرا من الكنز فهل لك أن تتفضل علي فتعرفني فائلة هذا الصندوق فقال له الدرويش هذا صندوق عجيب فيه مرهم إذا دهنت به العين اليسرى أبصر صاحبها كنوز الأرض كلها فإذا دهنت به العين اليمنى عميت عيناه جميعا فلا يبصر شيئا فقال عبد الله للدرويش إنك رجل كريم سألتك بالله يا سيدي أن تدهن لي عيني اليسرى لأرى صدق ما تقول فدهن له الدرويش عينه اليسرى فأبصر للحال كنوز الدنيا كلها بما فيها من الذهب والأحجار الكريمة وسائر النفئس ففرح بذلك فرحا شديدا ولكنه لم يقتنع بكل ما وصل إليه من النعم العظيمة التي لم تكن تخطر له على بال وقال في نفسه إذا كان من يدهن عينا واحدة يرى كنوز الأرض كلها فما بال من يدهن عينيه معا لا شك أن هذا الدرويش يخدعني ويبخل علي بدهن عيني اليمنى ثم قال للدرويش بربك ادهن لي عيني اليمنى أيضا فحذره الدرويش عاقبة ذلك فظن أن الدرويش يكذب عليه فألح في ذلك إلحاحا شديدا وصار كلما زاده الدرويش نصحا ازداد تشبثا وإلحاحا ولما رأى الدرويش أن عبد الله لا يصدقه وأنه لم يقنع بكل ما وصل إليه من الثروة التي لم يصل إليها أحد غضب الدرويش وقال له سترى الآن عاقبة طمعك ثم دهن له عينه اليمنى فعميت عينيه جميعا وصرخ من شدة الألم وجعل يتندم أشد الندم فتركه الدرويش ورأى أنه لا يستحق شيئا من الرحمة بعدما أظهره من الشره والطمع ثم ساق الدرويش الجمال الثمانين كلها وسور بها إلى البصرة أما عبد الله فلم يستطيع الرجوع إلى بغداد لأنه ظل الطريق بعد أن عميت عينيه ورأى عبد الله أنه قد وصل إلى ثروة عظيمة لم تكن تخطر له على بعل ولكنه أضاعها ولم ينتفع بها لشرهه وطمعه وأخذ يفكر ويتحسر على تلك الثروة التي حصل عليها ثم أضعها بجهله وغفلته من تدبر العواقب وبينما كان يفكر في هذه العاقبة السيئة التي جره إليها الطمع والشره إذ بصر به سبع في الطريق فهجم عليه ذلك السبع وأكله ولم يبق منه شيئا وإلى هنا انتهت الحكاية اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر